تحياتي لكم اينما تواجدتم مرحبا بكم مسهلة مشاهدين الاوفية واسعد الله ووقاتكم بكل خير حد اكدنا من فضلكم اذا كان الصوت جيد صوت جيد شكرا الاخ عالي وادنون شكرا الله شكرا اذا لا تنسوا مشاركة الفيديو ممكن يكون الليلة اقصر من المعتاد كنت معاكم قبل قليل في مباشر ولكن هناك مستجد عاجل يهم حرب الصحراء الغربية وننفرد به كالعادة اذا لا تنسوا مشاركة الفيديو هذا الامر يتعلق بما قام به وبما اقدم عليه الاحتلال المغربي هذا اليوم اذا هو خبر عاجل مرحبا وسهلا الاخ مبارك اذا لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم هناك خبر عاجل يرتبط بحرب الصحراء الغربية يرتبط بحرب الصحراء الغربية وهو خبر قالوا الناس في مكتو خبر عاجل مرحبا وسهلا ييف لغون مرحبا وسهلا ماريان يداسي مرحبا وسهلا كريم طحات مرحبا وسهلا بودو بالشاغ مرحبا وسهلا اذا ميتين ونبدأوا على بركة الله اذا خير ان شاء الله خير كل ما يحدث الان في الصحراء الغربية وكل ما يعيشه الاحتلال المغربي يؤشر على نهاياته ويؤشر على نهاياته باذ الله تعالى اذا لا تنسوا مشاركة الفيديو نلحم ان شاء الله ميتين له نبدأوا اذا نحن في مية واثمانية وعشرين نحن في مية وتسعة وعشرين اهلا وسهلا صار الفيلالي مرحبا وسهلا علي احمد مرحبا وسهلا اذا لما نلحم ميتين نبدأوا ان شاء الله رحمه رحمه مية واحد وستين سعيد لبيض مرحبا وسهلا علي مولود ثلاثة وسبعين يعني على مشارف ميتين ونبدأوا على بركة الله مرحبا وسهلا اذا خبر عاجل خبر عاجل يرتبط بحربي الصحراء الغربية وبما اقدم عليه الاحتلال المغربي اذا اذا نحن على مشارف ميتين ميتين اذا مية وتسعة وتسعين ميتين وثلاثة اذا نبدأوا على بركة الله اذا تفنيدا لكل ما يقوله الاحتلال المغربي طلت كل هذه الفترة تقريبا نحو سنة من الكذب اكثر من سنة من الكذب على الشعب المغربي فيما يتعلق بحرب الصحراء الغربية لانه يخفي كل الحقائق الموجودة على الميدان نحن نتوصل بمعلومات تباعا عن ما يجري في ارض الصحراء الغربية نتوصل بالقتل بالجرحة بحال المستشفيات خصوصا المستشفيات العسكرية التابعة للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية نعرف وضعها ونعرف كذلك بان هذا الوضع هو الذي يدفع النظام الاحتلال المغربي الى التكتب على هذه الحرب ونكرانها وانكارها انصح التعبير وعدم افصاح الحقيقة والإفصاح بالحقيقة لفائدة الشعب المغربي لانه يحتقر الشعب المغربي لانه ليست هناك دولة في العالم ليست هناك اي دولة في العالم توجد في حرب وتخفي عن شعبها الحقيقة شكرا والله شكرا شفاء الله وشفاكم جميعا اذا الخبر العاجل الخبر العاجل الذي توصلنا به والذي هو يتعلق بما قام به الاحتلال المغربي اليوم يقول الخبر بأنه اليوم تم إحداث قيادة جديدة للدرك الملكي الحربي اليوم تم إحداث قيادة جديدة للدرك الملكي الحربي بالمنطقة الشرقية بالمنطقة الشرقية نقصد بها راشدية إلى منطقة تويزغي وهذا ما سيشير إليه بقية عناصر الخبر إذن اليوم تم إحداث قيادة جديدة للدرك الملكي الحربي التابع طبعا لنظام الدجاجة وصاحب الدجاجة في الرباط بالمنطقة الشرقية وبالضبط بمدينة الراشدية هذه هي القيادة التي أحدثت اليوم وهذا خبر حصري لفائدة لايفات باريس اليوم تم إحداث هذه القيادة الجديدة للدرك الملكي الحربي بالمنطقة الشرقية وبالضبط في مدينة الراشدية على غرار قيادة الدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية لأنه الدرك الحربي أو الدرك الملكي الحربي كانوا عنده قيادتين كانت عنده وحدة في المنطقة الشمالية كانت عنده وحدة في المنطقة الشمالية وعنده وحدة ثانية في المنطقة الجنوبية إذن كانت عنده منطقتين للدرك الحربي الملكي المغربي اليوم تم إحداث المنطقة الشرقية تم إحداث المنطقة الشرقية هذه المنطقة الشرقية شكون اللي على رأسها؟ شكون اللي على رأسها؟ نرفر كذلك بهذه المعلومة الحصرية لفائدة لايفات باريس يرأسها الكورونيل ماجور مغدير يرأسها الكورونيل ماجور مغدير إذن كانت هناك قيادة للدرك الحربي الملكي المغربي في المنطقة الشمالية في المنطقة الجنوبية والآن منطقة جديدة وقيادة جديدة للدرك الحربي الملكي المغربي بالمنطقة الشرقية على رأسها الكورونيل ماجور مغدير هذه المنشأة الجديدة تم تنقيل العديد من الرجال الدركي إليها يعني مباشرة بعد تأسيسها وتكوينها تم إرسال عدد من رجال الدرك الملكي المغربي إلى هذه القيادة الجديدة شنين الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذه القيادة الجديدة ما هو السبب ما وراء ذلك السبب هو ما يحدث في منطقة الصحراء الغربية من تطورات لأنه يقول الخبر أن يحدث هذه الوحدة وفي هذا الوقت بالذات وبالمنطقة الشرقية من أجل مراقبة من أجل مراقبة اسمع العياش ليسا ضعتنا رأسنا بعاش ما تعاش عاش أنتم تنقلوا الكذيب أنتم كذابين أنتم ما نعرفاش إحنا ما عندنا نصلحة لا نكذب عليك ولا على غيرك هذه المنطقة الشرقية تم تأسيسها لمراقبة أفراد الجيش الملكي المغربي بالمنطقة الشرقية سابقا ما كانوا ما كانوا يراقبهم سابقا ما كانت هناك قيادة جديدة للدرك الحربي في المنطقة إذن هذه القيادة الجديدة مهمتها مراقبة أفراد الجيش بالمنطقة الشرقية من وجدة يعني ابتداء من وجدة حتى منطقة تويزقي حتى منطقة تويزقي في قطاع المحبس كنظيرتها الجنوبية والشمالية خصوصا بعد ماذا أيها العياشي خصوصا بعد ماذا نقول لك بعد ماذا باش تفهم باش تغير شوي باش يتحرك عندك هذوك الفيزيبلات هذه القيادة الجديدة تم تأسيسها لأنه تم تسجيل حالات فرار كثيرة من الجيش الملكي المغربي تم تسجيل حالات فرار كثيرة من الجيش الملكي المغربي والعصيان والعصيان داخل الجيش تعرفوا لما يوصل الجيش إلى العصيان وحالات الفرار الكثيرة اللي لا نقبضوا وحدين منها يرى هم يمشوا يسموه ويحاكموا يرى معناه على أنه لو فم شيء هو نفسه اللي يخفيه النظام إذا كان الجيش وإذا كان وضع الجيش عادي عادي يعني ما فم لا حارب ولا أي شيء كما يدعي اليوم المخزر كما يكذب المخزر ما عندنا حرب ما عندنا قتل ما عندنا جرح حانا عندنا الدرونات ويمشوا ينفذوا عمليات ويصطادوا المرتزقة ويرجعوا لثكناتهم إذا كان هذا هو الوضع لماذا توجد حالات العصيان داخل الجيش لماذا يوجد الفرار داخل الجيش لماذا يفر الجنود برتب كبيرة جدا كذلك في الحرب لماذا أعطونا تفسير شو واقع هل منتشر شيء وباع وسط الجيش أما مش جاتهم حرقة شديدة ما نعلمين بيها جاهم شيء برد شديد ما نعلمين بيه جاعوا عندهم ما نعلمين بيهم لماذا يعني تنتشر حالات الفرار داخل الجيش الملكي المغربي اليوم في الصحراء الغربية لماذا لأنه توجد حرب لأنه بكل بساطة هناك حرب وهذه الحرب هي التي دفعت لأن الجميع اليوم يفكر مسؤولي زريبة في حالة استنفار كبيرة جدا كثير عليهم كثير عليهم الضغط مسؤولي زريبة مرتبكين مسؤولي زريبة ما شيء يتقدم عليهم الدبش كما يقولون مسؤولي زريبة تالفين مسؤولي زريبة فاقدين فاقدين البوصلة مسؤولي زريبة ما معارفين كيف يعلنون حتى الحرب للشعب المغربي يعني ما معارفين كيف حتى يقدمون لكم الحرب أو يخبروكم بالحرب مزالوا قادرين على أنهم يدفنوا القتلى في الليل نعم مزالوا قادرين على حماية المستشفات حتى لا تخرج المعلومات كما حدث في بداية الحرب نعم ولكنهم ماتلوا قادرين يتحملوا ما يوجد داخل الجيش من حالات الفرار وعادوا خايفين حتى من المنطقة الشرقية لأنه على مستوى البحر على مستوى المحيط الأطلسي عارفين بأن هؤلاء الجنود اللي يمشوا لمحيط الأطلسي عارفين بأنهم يصعب عليهم الفرار من الزريبة ذو اللي يمشوا كذلك إلى الشمال المغرب للفرار نحو إسبانيا ذو صعب عليهم كذلك في ظل كل ما تشهده المنطقة أيضا من توطر وحالات الاستنفار الموجودة لدى كل الأجهزة بما في ذلك الدركية والأمنية والمخابراتية والقوات المساعدة وكل ذلك الآن خايفين من المنطقة الشرقية لأنه خايفين أن هؤلاء الجنود هؤلاء الجنود اللي ماشيين من داخل الجيش المغربي أن يذهبوا إلى الجزائر أن يذهبوا إلى الجزائر وإذا ذهبوا إلى الجزائر قد يطلبون اللجوء في الجزائر وإذا طالوا باللجوء في الجزائر فإنهم قد يصبحون أيضا مادة إعلامية متداولة بالأسماء وبالصفات وبالتالي فإنه تنهار كل هذا التكتم الذي مارسه نظام الاحتلال المغربي منذ بداية الحرب إذن الوضع خطير 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 جدا الوضع داخل الجيش خطير جدا تحدثت إلينا بعض المصادر عما يجري في منطقة أوسرد فيصر نعم تم الحكم عليه بسنتين بالأنص الله إن شاء الله يضل الصراع إذن تحدثت إلينا بعض المصادر عما يوجد في منطقة أوسرد وضع سيء جدا بالنسبة لجيش الاحتلال المغربي يعني القتل والجرحة وحالات الفرار والاستنفار والارتباك كبيرة جدا حدثتنا كذلك مصادر عما يجري داخل المستشفى العسكري لمدينة العيون المحتلة حيث يمنع ممنوع ممنوع على أي شخص الاقتراب من مكان غرفة العمليات ممنوع ممنوع وهذا شيء مستجد وما كان مستجد إلا بعد بداية هذه الحرب إذن الوضع خطير جدا بالنسبة لجيش الاحتلال المغربي نذكر بهذا الخبر العاجل ليتعلق كيف قلت لكم بإنشاء قيادة جديدة للدرك الحربي الملكي في المنطقة الشرقية اللي لا يتحكم من وجدة إلى تويزقي من وجدة إلى تويزقي ومهمتها بالأساس هو مطاردة الفعرين من الجيش الملكي المغربي الفعرين 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 من الجيش الملكي المغربي الذين يفضلون الفرار والمحاكمة العسكرية على أن يدخلوا هذه الحرب وأن يموتوا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى الملك مبرع مع راسه في الرباط؟ من أجل أن يبقى الملكي المتبتعين في المغرب؟ يمشي واحد دريويش وواحد جندي وقد حدثتنا ياسر من مصادر على أنهم يقولون لهم والله لقد نديمنا على التحاق بالجيش والله لقد نديمنا على الالتحاق بالجيش والله لو كنا نعلم بأننا سنعيش هذه الأوضاع الصعبة والله ما التحقنا بهذا الجيش إذن واضع خطير جدا لابد من يوم الحقيقة أنا وأكد لكم وأكد لكم بأن الله تعالى أنه لابد من يوم الحقيقة لابد أن يأتي يوم الحقيقة ويوم الحقيقة ستتكسر فيه كل الأكاذيب شاهدوا هذا الأكاذيب اللي منفوخ اليوم كبير جدا والله لا ما كاين اليوم وسيلة وسيلة إخفاء للحقيقة مرحبا وسهلا تستعمل من أجل التمويه ومن أجل كذب لابد أن يأتي يوم الحقيقة ويوم الحقيقة لا يعود قدامكم لا يعود قدامكم متجسد إن شاء الله الرحمن الرحيم سيكون بإذن الله تعالى متجسد أمامكم بإذن الله تعالى ولا هي يعرف لا هي يعرف المحتل المغربي ما هو حجمه الحقيقي لا هي يعرف جيش الاحتلال المغربي ما هو حجمه الحقيقي سيعلم الدرك الهلكي الملكي الحربي بأنه حجمه الحقيقي هو في اليوم الذي سيواجه جيش التحرير الشعبي الصحراوي ندل للند ويتواجه معاه على الميدان وانذاك سيكتشف نظام المخزن شنو عنده من القدرات ما هي قدرات المخزن اليوم ما هي قدرات المخزن اليوم ما هي قدرات الجيش الملكي المغربي في الميدان اليوم شنو هي لا الشيء الخبرات التي حصل عليها من بعض الدول اللي طبع معها معقرا والله من الدرونات اللي اشتراها بأموال المغاربة باش يتم يقصف المدنيين الصحراويين ويكتلهم وبدون وقاحة وبكل وقاحة عفوا بكل الوقاحة بكل ما عرف لهذا المخزن من وقاحة وبكل ما عرفت به الأصوات الناهقة للمخزن من وقاحة وكذب وتضرين يذهبون ليتشفوا في هؤلاء في هذه الأرواح المدنية التي ذهبت في هذه الحرب الأرواح المدنية خلوني من المقاتلي المقاتلين على الأقل الشهداء رحمة الله عليهم ذوك عارفين بأنهم ماشي للحرب وعارفين بأنهم لا يعطوا صدورهم من أجل الاستشهاد لكن الإغارة على المدنيين الصحراويين في الشاحنات ذك اللي تنقى المياه إلى الصحراويين المتواجدين في المناطق المحررة ويتم استهدافهم ويتم استهداف كما حدث مؤخرا مع مع الطفيل الصغير اللي توفى مؤخرا اللي عنده 15 سنة اللي جاووا استهدفوا مقدمة الشاحنة ما كان هدفهم هو على أنه يستهدفوا الشاحنة ولكن كانوا يستهدفوا الناس اللي في الشاحنة ذوك اللي كانوا في قمرة القيادة وقتلوا طفلا لا يتجاوزوا 15 سنة وخرجت هذه أبواق المخزن وهؤلاء الذين فاحت رائحة فسادهم وكذبهم وتضليلهم وبهتانهم ليفتخروا بقتل المدنيين راحوا يفتخروا بقتل المدنيين ويقولون بأن هؤلاء مقاتلين وهؤلاء من عرفاش ولا يمكن حد يتحرك في هذه المناطق ونحن رأينا عندنا القوة والقدرة على حماية ما يسمونه بالحدود ونحن ضابطين الوضع لكن لكم هذه الاستهدافات اشتملتم بها فقط المدنيين قتلتم ذاك النهار سائقين الجزائريين قتلتم سائقين جزائريين قيل من نهار وإذا ظرنتم بأنه لا يتفوت لكم فتفوت لكم ذي العملية إذا كنتوا ظنين إذا كذبت عليكم مرايتكم والله كذبت عليكم تخميناتكم على أن ذي العملية لا يتفوت بخير أراكم تكذبوا على نفسكم أراكم تكذبوا على نفسكم الثمن سيكون غاليا جدا وحقيقة والله الثمن يعني لا يساويكم أنتم كاملين يعني هذا المخزن اللس هذا المخزن السفاح هذا المخزن القتال هذا المخزن الذي يشهر أنيابه في كل الاتجاهات ما خلى مسيكين للشباب ولا خلى الشيوخ ولا خلى الموظفين ولا خلى المحامين ولا خلى القضاة ولا خلى التجار ولا خلى حتى الناس المسطاء اللي يقايسين اليوم فقط الأسواق الأسبوعية ممنوعين دخول الأسواق الأسبوعية قال لك بداعي جواز التلقيح وجايبين شي من المجرمين وأنتم لم تستطيعوا حتى تأسيس مستشفى واحد يعالجوا فيه المغاربة يعني في الوقت اللي انتم ممكن تتجندوا من أجل موضوع معين اللي هو جواز التلقيح وتعدلوا فيه مصارعة مصارعة والتنافس باليد شكون لهيه الويد الثاني وشكون لهيه يربح في هذه المعركة تذهبون إلى الدراويش والبوسطاء وتستهدفون يعني معيشتهم خليتوا سلعة التجارة بسيكينية وكل في الأسواق الأسبوعية تبور خليتوا الناس ما هم قادين يدخلوا الأسواق وعدتوا يعني ذا كامل ذا كامل تعدلوا الدولة المافيوزية أو الجريبة المافيوزية أو المملكة المافيوزية الشرف لا تموت تتكلموا عنه خير فيكم لا تموت تقولوا عنكم شريفين ولا الشرفاء ولا المملكة الشريفة لا تموت تقولوا لأنه ليست هناك مملكة شريفة ولا دولة شريفة تحترم نفسها ويدخل في حرب وتنكر الحرب بمدة سنة كاملة سنة كاملة وهي تنكر الحرب وتدفن جنودها في السر ذوك الجنود الذين يستحقون على أنهم بالنسبة للدول التي تحترم نفسها يستحقوا جنازات وخاصهم يعدلهم جنازات في الدول التي تحترم نفسها لكن انتم وتقتلونهم أمسكين تقتلونهم هم أحياء وتقتلون أسرهم وتقتلون أطفالهم وتقتلون أيتامهم وحتى حينما يتوفون في حرب ما عندهم بها نانا قول جمال تدفينونهم سرا وكأنهم شمر الحشرات والله سيحاسبكم التاريخ والله سيحاسبكم التاريخ والله ستؤدون الثمن غاليا والله ما كل مرة تسلم الجرة إذا كانت قد سلمت في حرب التحرير الأولى إذا كنتم تظنون بأنه في حرب التحرير الأولى قد سلمت الجرة ومشا مسكين اللي مشاء السير ومشا اللي مات في هايك الحرب اللي قام مزالوا أعظام الله في الصحراء الغربية والله ذاك اللي يرجع له جثة والله ذاك اللي يطلب اليوم ويتسول في الشوارع إلى يومنا هذا ما عنده ابن يسكن ولا عنده باشي يعيش والله لن تسلم لكم هاي المرة هاي الجرة لأنه سبحان الله لابد في يوم الأيام أن تؤدوا الثمن غاليا الحق لابد أن ينتصر الظلم ما يمكن ينتصر الظالم فقط تم يرفع الله إلى سبع سماوات تم طلع الفوق 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 حتى تكون سقطته قوية حتى تكون سقطته قوية قلتم واش كلها يبقى معاكم اليوم قلوا ليش كلها يبقى معاكم جنودكم يفرون من ساحات القتال يفرون يفرون هذو اللي يتعولوا عليهم بأنهم قال لك يتصدقوا وما يتصدقوا هذا اللامع جيش تحريح الشعب الصحراوي لكن إذا قدر الله وبدأت حرب مع الجزائر إذا قدر الله وبدأت حرب مع الجزائر شلي يتعدلوا شلي يتعدلوا شكول الله يجيبوا ويحارب معاكم شكول شكول يعودوا لمرتزقة ما داك التعيبوا به الناس عوده حتى أنتم هآ عندكم ليش تكنوا لمرتزقة باش لا يتكلوا لمرتزقة باش باش ليش تكنوا لمرتزقة مين هي الفضى اللي عندكم؟ باش تكنوا لمرتزقة 見ش ليش another one لاش الشباب بغي يقدى معاكم حتى الشباب feminism اللي موجود ووسط البغرب ما تلا بغي يقدى معاكم البارح تمه الإعلان عن فتح باب سبت الفنايدق وعاتني المصادر عشه لفنا عشر واربع والله لفنا عشر ونصف الليل الجميع باغي يهرب الجميع باغي يهرب الجميع باغي يخلي هاي سبحان الله نشوف هاي الابواق التي تتحدثوا في الفيسبوك تدافعوا عن المخزن شكاري حنكو شكاري كراعو شكاري فيمو قعمو عنتوش شكاري ما نعرفاش شي عويشة شي ما عويشة هادو كاملين تسمعون تقول سبحان الله واش هاذا هو المغرب اللي نتكلم عنه اليوم واش هاذا هو المغرب اللي نعرفو كاملين واش هاذا هو المغرب اللي كل نهار نتكلم عنه هادو عندهم شي مغرب اخر يمكن عندهم شي نافذة تطلوا على شي مغرب اخر ما نعلمين به الزوين وتبارك الله فيه الاستقرار وفيه كل شي وناس عايش بخير وعلى خير ولا باغي حد يهرب منه بل العكس باغي يجيبوا الناس باغين يجيبوا الصحراويين اللي في مخيمات العزة والكرم باغين يجيبوهم لهذا الواقع سبحان الله ولكن حينما تشاهد البارح البارح ما فاتت 24 ساعة إلى حدودها ما فاتت 24 ساعة على حديث البارح قالوا بأنه قالوا بأنه رب الملك سنة قالوا بأنه الملك سنة على فتح الحدود وضيوا واحد بأنه الملك سنة على فتح الحدود مع سبتاء واللي يبغى يمشي فجاءت الشباب من كل مكان قايص الفنيدق باش تهرب من الزريبة على هيا يهربوا من عندكم الناس على هيا يهربوا من عندكم الناس على هما تسكنهم في الشوارع اللي عندكم تقولوا ما عفاش لمدار الحضاري والمدارات وعدلنا الأنفاق على ما تسكنهم في الأنفاق هذو اللي بغى يهربوا عنكم قايص الفنيدق سكنهم في الأنفاق على ما تسكنهم في الأنفاق والله سكنهم في هاي القصور اللي عندكم والله سكنهم في هاي الإنجازات العظيمة جدا اللي تصوروا النكر ننهار على أنه المغرب ماشي منين قايص المغرب المغرب منين قايص المغرب هاية اتجاه ما شي فيه ما ما اسموه منين جايس هذا المغرب منين جايس المغرب المغرب ما عروف منين جايس ولكن شكل من قال المغرب قالios أنا شكل من قيل هذا قاليد المغرب هؤلاء اللي قيلوا واحد في المغرب واحد هوبعاها اللصوص اللي معاه صحابه وذو كامل اللصوص اللي معاه ما يقد واحد منهم معا لانه يمشي خارج المسار اللي يبغي صاحب الدجاجة المتحكم الأول في الزريبة ده اش كلها يقعد معاكم قولوا انش كلها يقعد معاكم والله لو فتحتم هايك الزريبة 24 ساعة والله ما يقعد معاكم حد والله لو فتحتم هايك الزريبة لا بقيت وحدكم تتكلم وحدكم يبقى الماليك يتكلم مع الحموشي والحموشي يتكلم مع المنصوري ومنصوري يتكلم مع الحموشي والحموشي يتكلم مع الماليك والماليك يتكلم مع فؤاد هابط الهمة وهابط الهمة يتكلم مع الحموشي والحموشي يتكلم مع المنصوري ومنصوري يتكلم مع صاحب الدجاجة صح فقط عندي انو حتى اخناتوش العظيم يرفد دمش ويمشي شدت هذا اخناتوش العظيم ليقول لك انا رئيس الحكومة وكذا والله انا متأكد اذا بدل الوضع وعاد الوضع كما تشير التوقعات أول واحد يرفض حتى هو بل يسقهم ما شي لعنده شي من الأموال يديها ويخلي صاحب الدجاجة واحد يعود صاحب الدجاجة يتحكم يتكلم مع راسه هذا هو الوضع الحقيقي هذا هو الوضع البئيس هذا هو الوضع اللي انتم تبقوا تخفوه هذا ما عندكم الجرأة تتكلموا عنه ما عندكم الجرأة تتكلموا عنه نتحداكم تتكلموا عنه تتكلموا لماذا كل هذه التغييرات الأمنية لماذا تتوجسون من حالات الفرار في الجندية لماذا ماشيين معدني قيادة جديدة للدرك الحربي الملكي المغربي في المنطقة الشرقية تحكم من وجدة إلى تويزكي لماذا لماذا إذا كانوا عندكم الوضع عادي ومتحكمين في الحدود وانتم عندكم شيش قوي ومعاكم الكيان ومعاكم دولة خليجية ومعاكم الأموال وعاطينكم الطائرات المسيرة وعاطينكم الخبراء وما كانوا محتاجين لشي لماذا تمشوا إلى المنطقة الشرقية هل أنتم خايفين من حالات الفرار إلى الجزائر وراه احنا ما نقولوا كل شي يعني ما نقولوا كل المعلومات اللي عندنا خصوصا المعلومات السرية ما نقدم نقولها عندنا وعارفينها وعارفينش فيها وبالتفاصيلها وكم وعدد وكذا ولكن ما ليس من المصلحة نشرها الآن في الوقت المناسب لا يتنشر النهار ليبغت تبغي تنشرها الجهات التي تملك هذه المعلومات لكن المؤكد المؤكد إعلانه هناك توجس كبير جدا وخوف كبير جدا من طرف النظام الهلكي في المغرب من فرار الجنود إلى الجزائر وطلب اللجوء في الجزائر وغيراني متأكد إلا شاءوا فقط عشرة إذا نجحوا عشرة يدخلوا الجزائر وتقبضهم الجزائر ويصبحون مادة إعلامية عند وسائل الإعلام الجزائرية اتريب لخويمة اللي باني صاحب الدجاجة واللي معاه اتريب ذيك الخويمة خويمة الكذب والبهتان والتضليل ويتكشف كل شيء وتظهر الحقيقة واضحة في الشمس كالشمس واضحة جدا إذن ما نبغي نطول معاك نطول عليكم الليلة أشكر لكم خالص المتابعة وإن شاء الله ألقاكم في مباشر آخر بإذن الله تعالى التحية لكم ولا تنسوا مشاركة الفيديو وأشكركم على الثقة الآن معانا 430 والصفحة كما تعلمون جديدة لها تقريبا حوالي ما فاتت كملة أسبوعين إن شاء الله ورحمة الرحيم قموا بمشاركتها باش ينضموا للناس اللي يسولوا عنها لأنه يسرم الناس يمشوا للصفحة الإقديمة وحييكم أينما كنتم الناس كذلك اللي معانا على مستوى اليوتيوب أن يقوموا بالانضمام إلى القناة تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر